سؤال كيف سنضبط إيقاع هؤلاء هذا الصنف فبالتالي احنا أولا سنرفع من أعداد اللجان التفتيشية هذا أولا ثانيا يجينا لنفس القانون وضعنا فيه ترغيب وترهيب الحقيقي وضعنا غرامات وغرامات مضاعفة تضرب في خمس أضعاف على كل رب عمل يكتشف أن لديه عامل غير مسجل بالضمان تأخذ كل الرسوم في فترة العمل طبعا إلزام بالتجيد بالضمان بالنسبة للعمل لمنظم إلزامي آآ ممثل العاملنفس اختياري لذلك يوجدء ضمان إلزامي و ضمان اختياري العاملنفسي اختياري أما العامل في القطاع المنظم فهو ضمان إلزامي فوضعنا غرامات ومفهوم المنظم يبدي من بسطة عند يعمل بالضبط هو منظم إلاء شركة كبيرة أما منظم وهو غير المنظم لكنه غير العاملنفسي المنظم هو المطاعم الفنادق الموالات اللي هي ثابته يعني مثلاً اللي يشتغل بالعمالة أنا مقاول مقاول أخذ المشروع أشتغل ثلاثة شهر أربعة شهر أقف لسنة فيسمونا غير منظم نحن ثلاثة أنواع العمل للمنظم والغير منظم والعامل لنفسه المنظم والغير منظم هذلك رب العمل إلزامي بي يعني أن يضمن عماله هذا الخلفة وأنا متأكد أن آلاف الحالات يشتغل خطية بالطابق الرابع الخامس على السكلة طبعاً يوقع لو يموت لو ينكسر ظهره وما أحد يسأل بيه أنه ما مسجل بالضمان بينما لو كان مضموناً لا أصبح له راتب انتقاعدين ولخلفه المستحق من بعد شكراً غريب هذا الموضوع عشرين سنة يا الله نحن نتنسول بيه طبعاً هذا الأسهل لكن إن شاء الله أن تأتي يقولونهم أن تأتي متأخران خيراً من أن لا تأتي زين فغرامات شديدة وضعناها على أرباب العمل الذين لا يسجلون عمالهم الآن من بعد تطبيق القانون سيتعرض لغرامات شديدة هذا الترهيب الترغيب حتى رب العمل لا لا صرف على الترهيب الترهيب غرامات مالية غرامات مالية ممكن توصل إلى غلق العمل توصل إلى غلق العمل واعتقال لا بها حبس اختيارية هي مثلاً أنا لا أذكر الناس يغرم بغرامة مالية ما لا يقل عن مليون مثلاً ولا يزيد على عشر ملايين ويسجن مدة ما لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر يعني بها غرامات متنوعة ولكن من نفس الوقت أعطينا ترغيب لرب العمل لأننا لا جاينا حتى نعاق برب العمل نحن نشجعه حتى يضمن عماله هو أيضاً يكون مضمون ترهي رب العمل نفسه يكون مضمون أنا أفكر بعقل رب العمل مع الوزير أنا خلصت عمري أشتغل أنطي يومية للعامل مالتي أنطي 25 ألف بليوم زين هاي الدولة جايتني شا تريدني تريد أنطي 12 بالمية لكل عامل صحي هاي فلوس أنا ما حاسب حسابها هاي رح تطلع من عندي بس هاي تطلع من عندك هاي تعتبر تأمين صحي لعمالك لعمالي شا اللي علاقة بعمال أنا أريد أربع شوي عنهم أنت أنت شا اسمك اسمك رب العمل يعني أنت لمسؤول عن كل عامل في هذه المصلحة